السلام عليكم أهليم فيكم في فيديو جديد وتسريبات جديدة وإن شاء الله تكون تسريبات هذه خلاص آخر تسريبات الآيفون الجديد الآيفون 12 طبعا فكبداية اجلس بيبسي أي شيء تحبه واجلس تابع الشيء حط الصماعات حب حب عشان تفهم كل شيء أوكي خلونا نبدأ الآيفون وشكل الآيفون وريتكم ذا البادي والآيفون راح يكون نفس ذا البادي الشكل الآيفون في الجن راح يكون فلات نفس الـ iPad Pro اللي موجود كل شخص يعرف شكل الـ iPad Pro أو الآيفون 4 أو الآيفون 5 فالجهاز راح يكون أحد في الجوانب والشاشة راح تكون فلات هذه الشيء اللي مزعجني بعض الأشخاص عندهم ميزة أوكي أنا بالنسبة لي ما بعجبتني لكن نشوف هذا الأشخاص اللي يقول أوه أنا طب اللابل شي ما بعجبني شي يعني بالنسبة لي ما بعجبني صح الشكل حلو لكن إن الشاشة تكون فلات مثل ما نشوف في الصور هنا وإذا عندك الإيفون 6, 7, 8, 9, 10 كلهم راح لو تلمس و بدون سكرين عندك لو تلمس ممكن هاي الشاشة مع البادي كذا ما راح تحس بفرق بينهم تحس إن الجهاز الشاشة جاي مع البادي إذا كان ما عندك سكرين ما بحط عليه حماية لكن مع الفلات راح تحس بفرق راح تحس إن الشاشة واقفة أو الشاشة فيها حاد في الجنب يعني تلمس كذا تشوف في زاوية في كل حواف الجهاز أو إذا عندك إيفون 5 إيفون 5S SE آيفون 4 4S راح تحس بالحواف اللي في الجوانب فبالنسب لي وكي ما بعجباتني لكن قبل بتسكتك من جهة تانية إن حواف الجهاز اللي في الجوانب هل يسمونها حواف ولا المهم إن الجهاز في الجوانب هنا لو بيشوف البازل أو الأشياء السواد اللي في الجنب في الآيفون 12 وبرو راح يسقر أحينا اللي موجد عندنا هو 2.52 راح تكون في الحواف الجهة الجديدة أو الآيفون 12 الجديدة راح يكون 1.55 فراح تسقر أوكي الشكل الجهاز راح يكون أحلى مثل ما نشوف الصور لكن لكن كيف راح تمسك الجهاز أنا مسكت أندرويد ومسكتهم بالحواف الصغيرة يعني أنا أتكلمك عن الشكل وعلى الانطباع اللي نشوفه وانا أستخدم الجهاز مثل النايم وانت ماسك الجهاز كذا علشان علاقة للمسكة الجهاز لكن نشوف قدام طيب لو بنجي على حجم الجهاز أو متانة الجهاز أوكي الجهاز اللي موجود عندنا 8.10 الجهاز راح يكون 7.39 أبول راح تنحف أكثر ما تمنى تنحفه أنا تمنى تخليه نفس الحجم علشان اللغة البطارية راح تكبر لكن أبول تكبر الحجم الجهاز فتقول احنا بنكبر الحجم فنقدر نكبر وطريه مع كبر الحجم والنحف الجهاز لا خليه نفس الحجم خليه نفس المتانة الجهاز يعني لا تسقلينها زيادة أفضل منك ما تسقلينها زيادة تخليه نفس الشيء يعني 8.10 حلوة ويكبر جهاز أكثر لكن ما دي بتسويه أبول فالمهم الكل يعرف برضو ان الايفون 12.4 راح يكون أكبر برضو فالجهاز راح يكون أطول تكلمنا عن 6.7 في الجهاز الكبير فبرضو حتى عمق الجهاز او المسافة الحق الجهاز راح يكون أسمك شوي او الجهاز راح يكون او أعرض شوي في الشاشة فالجهاز القديم اللي عندنا 68.81 الجديد راح يكون 72.73 فراح يكون أسمك والثنر او المسافة اللي قلتكم عنها راح تنزل 0.9 مليميتر مسافة خفيفة لكن ليش خلاص الجهاز ترحلوا والله كذا تنحفون 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 ليش خلاص خلووا نفس الحجم فقبل يعني لو تنحف الجهاز الـ 0.9 ما راح يأثر كثير على الجهاز لكن خلو يكون في روم كثير او داخل في الجهازة ومساحة انك تكبر البطارية لكن أبل الجهة ثانية بتنحف لانه بتكبره ولانه بتكون خلف نانوميتر المعالج فبيصغر المعالج والمدربورد فالرضي بتكبر بطارية برضو اكثر فشيين راح يكبر البطارية هو اللي حجم الجهاز والمعالج راح يصغر والمدربورد راح يصغر لكن الشي ثالث اللي ما راح يكبر بطارية يعني شيين راح يكبر بطارية وشي ما رح يخليه تكبر اللي هو عمق الجهاز أو متانة الجهاز طيل الكاميرات 3 كاميرات الوايد والألترا وايد والتلوفوتو تكلمنا عنها الكاميرا الواسعة والواسعة جدا والتقريب 2x لكن الكاميرا الثالث الرابع اللي رح تكون ما هي كاميرا عدسة نفس الموجودة في الايباد برو اللي هي لايدار سنسر لحق الـ AR اللي ما يعرف هيقدر يشوفها في الايباد برو أوكي فكرت فيها من زمان وقلقت لكم أنها 3 كاميرات كده أحسن عشان المسافة بين 3 كاميرات تكون نفس الكاميرات لكن لما فكرت فيها أكثر وشفت أن 2x مع الوايد يكون يم بعض اللي هو التزوين مع الـ 2x العادية يكون يم بعض الألترا وايد ما لها داعي تكون يمهم قريب يعني أوكي تبتعد شوي عادي مسافة ليش لأنك إذا كنت تصور رح تحس بفرق من الـ 2x إلى الوايد إذا رحت لها إذا انتقلت إذا كانوا بعض عن بعض رح تشوف التصوير رح يختلف مكانها لكن مع الـ 3x العادية ستعطيك المسافة كبيرة فما رح تحس بفرق البعد فنشوف قبل ما تسوي قدام فأتمنى أن الكاميرتين هذين يكونون يوم بعض اللي دار تكون بعيدة عنهم عادي ومع الـ 3x العادية لكن نشوف قدام شو يسوهم وبما أن نتكلم عن العدسات فالعدسات رح تكبر أو المستشأر رح تقل الكاميرا رح يكبر فإذا المستشأر رح يكبر إضاءة رح تكون أفضل في التصوير الليلي أفضل من اللي موجودة هنا مع الناحية الممتازة في أشياء كثيرة يعني جودة الصور رح تصير أفضل وكل شي رح يكون أفضل في التصوير في الجهاز الجديد معنى التصوير خلاص بالنسب لي بس الألت روايض يعدلونها وخلاص طيب لو نتكلم عن طول الجهاز من الآيفون 11 وبرو ماكس وال12 وبرو ماكس طول الجهاز اللي موجوده حين عندنا في 11 وبرو ماكس وهو 157.95 الجديد رح يكون 160.84 ما رح يكون فرق كثير في الطول لكن إذا سقروا النوتش أو الحوافل في الجنب رح يكون الجهاز أكبر 6.7 رح يكون يعني أكبر في الشاشة ننشوف قدها طيب تكلمنا كثير عن الأشياء الداخلي إن البطارية رح تكبر الماذربورد تكلمنا عنها وطلعت لكم ماذربورد فتحت الجهاز فيه تفتح الجهاز موجود في اليوتيوب فتحته وكل شي وشفنا لكم ماذربورد كيف هي موجودة صغيرة أو لوحة الأم أو اللي فيها كل شيء المعالج وكل شيء اللي موجود يعني الجهاز قيمت الجهاز بالماذربورد إن أبل حطتهم ماذربورد جاي قطعتين فوق بعض مع الجهاز الجديد أو مع المعالج الجديد يقول لك أبل المعالج رح يكون أصغر فإذا صغر المعالج أداء الجهاز رح يكون أسرع الصرف البطارية رح يقل فأشياء كثيرة كل ما يقل المعالج رح يكسر أصطل فال5 نانوميتر رح يكون أفضل 5 نانوميتر رح تدعم 5G 5 نانوميتر في الأخبار يقول لك إن أبل بدل من الماذربورد حين أو لوحة الأم دبل موجودين فوق بعض ما أخذ مساحة كثيرة لحطتهم فوق بعض إن الجديد رح يكون ثلاث طبقاء بدل الطبقتين طبقتين رح تكون ثلاث فراح تكون مساحة سقيرة ومرة وبسبب دي الشيء أبل يمكن رح تخلي الماذربورد رح يكون فوق بس هنا عند المسافة اللي فوق هنا رح تكون ماذربورد تحت الكل يعرف إن الماذربورد موجودة هنا مع مدخل شريحة والبطارية جايب زي الحرف الأل لكن أبل إذا شلتها وحطتها فوق هنا رح يكون مساحة كبيرة تحت فنشوف قدام ش بتسوي طبعا إلى الآن ما في شركة سوى تبدل حركة إن حرف الأل قصدي و أبل مخذتها لكن الحين إذا حطتها فوق أبل رح يكون عندها مساحة كبيرة لحق الجهاز التحت وبرضو طلعت إشاعات إن أبل مدري ليش بتغير مدخل شريحة الشريحة مدخل شريحة جهة اليمين في الجهاز لكن أبل تقول لك رح تحطها جهة اليسار ليش محد يدري لكن حطت جهة اليسار فالمدخل شريحة لازم تكون مع مدخل شريحة لأن مدخل شريحة ومتدخل الشريحة هي موجودة في نفس المدربورد الشريحة رح تركب فإذا رح يصار رح تكون يسار لكن إن شاءات تقول لك المدربورد رح تكون فوق بطارية تحت واحدة منهم الصح ما ندري وبرضو بسبب إننا تكلمنا عن الجهاز رح يكبر الكل يعرف لجهزة الغديمة ونطقبل كان الزر الباور صغير لكن كل ما كبرت الجهاز يومو صلنا في السكس بلاس ولا شي دي الزر لحق الباور صار أكبر ليش عشان تمسك الجهاز وتقدر توصله بصبعك فباور رح ينقل الجهاز الجديد رح ينزل تحت ويمكن يكون أكبر ليش لأن الجهاز رح يكبر أكثر فالجهاز إذا كبر أكثر صعب إنك توصل لها فأبل بتنزل لك تحت شوي فمادري هذا السبب إنه بتنزل بتخلي مدخل الشريحة يكون جهة الإيسار هنتكلم عن أطول في برو ماكس أوكي الآيفون الأفن ما ندري لأن الآيفون الأفن أردي مدخل الشريحة موجود تحت يعني أبعد من الموجود في الآيفون لكن نشوف قدام شبت تساوي أبل طيب لو نتكلم برضو عن الزر الزر ما رح يتغير شكله الزر نفس الزر الموجود هنا كنت نتوقب أن رح يخلونا فوق وتحت لكن أبل ما لها عينيين نتغير ما تخلو الزر أو صامت ما رح تغيرها وبرضو السمارت كوننكتر الكل يعرف السمارت كوننكتر اللي موجود في الآيباد المكان هذا اللي موجود باللون هذا أبل ما تستخدم في الآيباد إنك تحط القلام وطلعت إشاعات في الآيفون 11 سنراحت اللي كلي تذكرها إنه رح ينزل الآيفون 11 بالقلم لكن ما نزل طيب الحين رجعت الإشاعات إن الإيباد الجديد رح يكون في مكان لحق سمارت كوننكتر لكن في الإشاعات إنه رح يكون تحت البطارية فإذا كان تحت البطارية هالأبل رح تستخدمه بالقلم وين القلم اللي قدر نحطه تحت البطارية حسنا أو قصدي تحت زر البور كيف تحطه على زر البور ما أدري كيف فهالأبل رح تستخدم سمارت كوننكتر لحق قلم بتنزل قلم له ما أدري لأنها أتوقع أن رجوعها أو تغيير الشكل يكون فلات علشان أنك تقدر تحط القلم أوكي فلازم يكون قلم أصغر ولو تحط القلم هنا ما أدري كيف حاجمه مع زر الباور كيف بتحطه لكن يعني في أشياء كثيرة مثل شيلتها للشريحة نقل الشريحة الجهة اللي سار فهذا الشي نتخليني نفكر أن رأى أوكي بتحب يحطون قلم هنا عشان ما يأثر على مدخل الشريحة ومكان مدخل الشريحة يحطون سمارت كونكتر لكن الباور وين بتشيله الزر بترفع وهي نزلتها فبيأثر على القلم فأخبارها تقول لكم يمكن يحطون قلم أو يمكن ينزلون أكسسوريز خاصة لحق سمارت كونكتر شلي بيحطون ما ندري فأنا بالنسبة لي أوكي يمكن قلم لكن أوكي السبب أن شاء الله تمدخل الشريحة وإلى تجاهة اللي سار عشان يكون في مكان لحق القلم ولو بنتكلم عن السبيكر ما أدري ليش لكن السبيكر الجديد راح يكون أقوى من 10 إلى 15% في الصوت وهذا برضو الديناميكرين جمالتين التسجيل الاشياء راح تكون أفضل أنا بالنسبة لي نسيت كيف الصوت في الآيفون من نزلت الـ AirBots أحس أنها من زمان حتى المكالمة إذا كانت الـ AirBots متيمي أكلم فيه لكن يمكن تنعضل أصابع أني أكلم كذا على طول كلها بالـ AirBots حتى لو أسمع شيء كلها بالـ AirBots سبب مستخدمتها فكتب لي تحفة لغات أنتو تستخدمون المكالمات أو سبيكر أو أنكم تستخدمون الـ AirBots ولو بنتكلم عن تقريبا آخر شيء أولا لقبل الأخير مدخل الشاحن مدخل الشاحن مدخل الشاحن مدخل الشاحن USB-C مرح تغير أبل لأن الإشعارات أنه في السنة الجاية راح تنتقل لأنه بدون المدخل راح تنتقل على الـ Wireless فأبل أبل مرح تنتقل USB-C ويشترون USB-C وبعدين تنتقل بدون مدخل فدامها أهي أورودي عندها ستب أن السنة الجاية ستنتقل لأنه يكون بدون مدخل فخلاص نتمع على Lightning ومن السنة الجاية سيكون الجهاز بدون أي مدخل ولو نتكلم عن آخر شيء الحق الـ Toolfo Pro Max شيء بسيط أو Toolfo Pro Max شيء بسيط يمكن الكل ما راح يلاحظه أو شيء الكل يعرف أن الزوائل في الجوانب الإيفون هذه الأنتانا أو لقط الشبكة في الآيفون 12 وبرو الجدد أو آيفون 12 كلهم الجدد أن يكون لك الخطوط هذة ستكون أكبر أو أسمك لماذا؟ لأن أبل تستقطب أكثر لحق الأبراج سيكون الـ Wireless أقوى الإنترنت سيكون أسرع مع 5G فالذي الخطوط سيكون أسمك لكي تستقطب الإنترنت أكثر والنطاق سيكون أفضل في الـ Wireless و 5G مثلا خبر واحد أيضا سيكون أفضل برو أن الـ Green أو Midnight Green اللون الأخضر اللي موجود عندي هذا يقول لك أبل سيكون أفضل ورح يحاولون للـ Blue Night ماذا يشتمون المهم من لون الكحلي اللي موجود عندكم عندما تشاهدونه هذا رح يتحول لذلك اللون أتوقع أنه حلو ذلك اللون أحلى من هذا كل واحد على حساب هو لون يعني كل واحد على هذا وقت والـ Notch نتكلم عن الـ Notch الأشخاص اللي كلهم يبون النـ Notch وش لون النـ Notch وش لون النـ Notch وش لون النـ Notch إلى الآن الأخبار تقول لك أن أبل رح تسقر النـ Notch أوكي والأخبار رضي يعني نقدر نقول 99% ليش لأن أبل السنة هذه ما أعطي المهل للمطوري أن يدعمون النـ Notch أو أي برنامج ما رح يدعم النـ Notch رح قبل تكنسل من المتر برامج ما رح تقدر تستخدمه فأوكي هذا الاستبدأ يعرف أنه خلاص إذا حطت ذل الأمر وخلاص عطتهموه إلى سنتين الحين والسنة هذه رح توقف أي برنامج ما يدعم النـ Notch بكذا كل البرامج رح يدعمون النـ Notch تبدأ شي جديد تسقر النـ Notch أو تشيل النـ Notch وتعطيهم مثلا سنتين إلى سنة ويدعمون البرامج قصبا عليهم ويخللون بدون النـ Notch كذا حلو لأنه صعب أن تنزل الجهاز بدون النـ Notch وبعض المبرمجين ما بعد يدعمون البرامج هم لحق النـ Notch وانت نزلت بدون النـ Notch فأصبح تخبط ويصبح أثر سلبي لحق استخدام البرامج ثلاثة برامج الأشياء هذه كلها فحلو بالأخبار التي تقول لك الآن النـ Notch يصغر بالنسبة لي ودي أن يكون بدون النـ Notch لكن نـ Notch سيصغر يقولون أنا ما أعرف يشعر أنه لازم ينشال النـ Notch يقول لك الآن التسريبات أن النـ Notch سيصغر لننجي لحق الـ iPhone 12 سعر رخيص الـ iPhone الذي سيبيع بقوة الألوان ستتغير مثل اللون السماوي اللون الأخضر اللون البنفسجي اللون البرتغالي حسن؟ هذه الألوان ستكون موجودة والبزر سيصغر لأنه سيكون OLED أي شيء سيكون على OLED في iPhone 12 وبرو الشاشة سيكون في iPhone 12 طبعا كسماكة لكن توقع أن أبل لازم تغيرها يعني إذاك ستل يعني 2K تعريبا أو Full HD بلاص يمكن Full HD تخلي أبل يمكن راح نشوف قدام شلوم طيب الخبر الأخير لايباد ما تنزل الأخبار التي تقول الآن طبعا كذا مرة تكلمت عن كذا مرة تكلمت عن 5G هل ينزل 5G بال sub 6 ولا مليمتر ويف المليمتر سيكون أسرع لكن لازم الشبكة عندك يكون فيها بوكسات شوكة 5G ستكون بوكسات غريبة لك فصعب على الشركات إلى الآن يحطون 5G الحقيقي اللي هي مليمتر ويف فهو يكون أسرع 5G sub 6 أسرع من LTE بشكل بسيط لكن يكون على البرج يعني عادي البرج اللي في LTE رح يدعم لك 5G اللي هي sub 6 اللي يكون سريع بس فرق غليل بس 5G الحقيقي لازم يكون بوكسات وليزم كل الشركة تجلس في كل حي في كل نافذ تحط لك بوكسات عشان يدعم 5G مليمتر ويف فالأخبار تقول يمكن iPhone 12 العادي رح يكون sub 6 وينزل في سبتمبر في شهار 9 iPhone 12 Pro يمكن شهرين يمكن شهر 10 أو 11 يمكن يكون نفس حركة iPhone 10 أو نزل iPhone 8 تولته في شهر 9 وتأخر من شهرين ونزل iPhone X في شهر 11 رح نشوف هل iPhone 12 رح ينزل في نفس الوقت 9 و iPhone 12 رح ينزل في شهر 11 أو 10 فهذا اللي نعرفه وإذا جن على طري الأسعار إلى الآن ما ندري تسريب الأسعار رح يكون صعب لأن التسريبات التي تظهر عندنا وليس الشكل هذه كلها لا تكون من Apple نفسها تكون من مصنع في الصين فالأسعار المصنع في الصين لا أحد يدري التسريبات خفيفة تظهر من مغر Apple رسمي وصعبة خاصة على الأسعار لأن الموضيف لا توقع يدرون على الأسعار أسعار تحددها Apple team cook مع من Apple صغير فلا توقع أنهم يسربون السعر لكن يمكن يرتبع سعر قليل على Apple Pro يمكن Apple ما يرتبع سعر العادي إلى الآن ما ندري فهذه كل التسريبات هذه كل الأشياء في شهر 9 وهو وقت الإعلان عن iPhone 12 في شهر 6 وهو إعلان iOS 14 ونعرف الميزات كلها في iOS 14 وهو النظام الجديد ونعرف ما الجهزة تنزل عليه فتغريبا هذه كل المواصلات وكل الأشياء التي نعرف ها لـ iPhone 12 و Pro Max على التسريبات الموجودة بقى لها أسبوعين وتأكد الشكل لا تأكد لنا على التسريبات فالتسريبات التي يعتبر 90% هذه التسريبات الحقيقة التي ستكون على شكل iPhone فتكلمنا عن iPhone 12 سيكون حجمين iPhone 12 سيكون حجمين فالآيفونات الجديد ستكون 4 أحجام iPhone 2 خاص iPhone 2 غالي iPhone 2 iPhone 3 iPhone 3 يمكن الليدار ينزل على iPhone الرخيص يمكن بس يكون على iPhone الغالي إلى الآن تسريبات وإلى الآن أخبار ما ندري عنها فنشوف قدام مع الأشهر الغادمة رح تأكد كل شي فبس ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالغناة ونشر الماكتب وعمل لايك الماكتب وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوا أني فضل دعاكم وهذا حسابي سناب شات تشارك في إضافتكم السلام عليكم